هو كتب أعمال كتيرة رائعة أكتر عمل تعب وإنتوا حسيتوا بيه كأهل بيته وهو بيكتبوا أن العمل ده عمل صعب أشكر صحته تعب تقوي ساعة الحلمية ياه ليه بقى عشان أجزاء أجزاء كان بيعرفيها في الطرق كبيرة جدا مليانة يعني فيه جزء أنا مش فاكرة التالت ولا الرابع يا التالت يا الرابع هو جاله في ظهره جاله الدسك من قعدته من تركيزه الشديد وقعدته ما كانش بيه طول وقته بيشتغل تقريبا فكان رائد وهو بيشتغل برضو بعدها دي استهلكته جدا لفترة دي بعد كده يعني أذكر أن فترات متقتها في كل عمل شوية لأنه هو كان صحته بتضعف مع كتر الشغل والتركيز قوي يعني كان بيحتاج طاقة ذهنية رهيبة أفتكر مثلا أنه في الفترة الأخيرة كمان في المصروية لأنه كان في فترة تعبه ففي المصروية هو كان مستهلك جدا وكان بيقاوح يعني أسد بيقاوح وهو تعبان يعني فالدول أكتر فترتين أنا فاكريهم مع أن الحمان كنت صغيرة بس فاكرة لا مين أكتر أصحابه يعني إيه أنت مين تفتكرهم طول الوقت هو كان عنده مجموعات كده كان عنده دواير طول الوقت من أطياف شتة مش بس للممثلين لكن لو كلمنا على الممثلين مثلا مين أكتر ناس كنت حاسة أنه هو مرتبط بيهم أنهما جزء من أهله اللي كان مرتبط بيهم الدايرة اللي كانت دايما معاه في كل أعماله من سيد عبد الكريم سيد عزمي محمد متولي عهدي صادق شامخ وعهدي صادق وطبعا كانت صلاحة تعداني يا حلف خراني مع حفظ الألقاب طبعا والمخرجين اللي معروف بقربهم لي اسماعيل المحافظ محمد الفاضل كانوا مين تاني كان فيه عاطف الطيب طبعا في المرحلة كان قريب لي هم شبه بعض ده في الإخراق وده في الكتاب أنا دايما بقول المعادل بتاعه عاطف طيب أنت اتفرجت على اسكندران لما طلع الأوتقم بتاعه انتبعك إيه انتبعي أنا يعني أعلى من اللي أنا كنت متوقعة وما كنتش متوقعة أقل علشان حاجة أنا كنت متطمنة هو في إيد مين بس أنا عندي رعب من فكة إن اسكندراني لأنه هو اسكندراني أستاذ خالد الحقيقة قدر يطلع فيه تفاصيل أنا كنت بفكر طول الوقت على قد ما بقوله عايزين نعمله بس يطرل هيجي يعمله هيبقى فاهم أبعاد كتيرة جدا في الفكرة دي هيبقى فاهم الرسالة كاملة بتاع اسكندراني أنا ما شفته لقى الرسالة واضحة لقى الفكر طالع ممكن يكون حاولنا أنه نحدث بالشكل اللي يوصل الرسالة للأجيال دلوقت اللي بتتابعوا اللي عايزينها في السينما بس مش بشكل مخل خالص يعني أسامة أنا عوكشة لو كان عايش ويتفرج على هذا العمل السينمائي ممكن تقولي أنه كان هيدايقه أنا عارفة إنه كان هيدفريحوا الفيلم بس أنا لو أنا قربتش ببقى أنه هو راجل يعني دقيق جدا في شكل في نقطة ما حاجة هتدايقه على فكرة أنا فكرت في الموضوع دا بس أنا ما حسيتش إنه في حاجة معاينة كانت هتدايقه فعلا يعني معرفش ممكن ما قدرش أوصل لدماغه لأنه بابا كان بيبقى متمثق جدا بالفكر اللي عايز يقوله بحزافيره اشتركوا في القناة